طب مننا الآن من الدمام الحكم الدولي السعودي السابق الأخ والصديق الحبيب عمر لمهنة تحياتنا حياك الله سلام سلام عليك و لضيفك الكرام هلا بها تطلل حلوة عنا اليوم تسع حالات هنبدأ بالخطأ محترف شباب البولندي كروشياك على سامي النجعي بدقية ثمانية هل يستحق انظار؟ نشوف هذه الحالة طبعا دقيقة ثمانية الحكم رأى عدم انذار اللاعب وكان القرار صحيح لأنه هي أعلى درجة التهور أعلى درجة التهور فالقرار احتساب ركلة حرة مباشرة وعدم انذار اللاعب زي ما قلت لك كان قرار صحيح لأنه هي أعلى درجة التهور طيب الثاني خطأ من نفس اللاعب على غوستافو الحالة الثانية كان يجب انذار اللاعب كان يجب انذار اللاعب لأنه خطأ يعني ركل بالتهور فكان يجب على الحكم انذار اللاعب طيب دقيقة 64 هل كان في تسلل على تليسكا؟ نشوف لحظة لعب الكرة وليس لحظة استلام الكرة لحظة لعب الكرة لاعب النصر غير متسلل وبرضو الحكم مساعد ترى ما رفع رفع بعد صفارات الحكم لحظة لعب الكرة كان المدافع أقرب لخط مرمى بس هذا يعني بيأثر ما أثره المائجة الكرة بلا كان ممكن يأثر على النتيجة بشكل عام على النتيجة صحيح ولكن برضو كان يجب على الحكم عدم الاستعجال في أطلاق الصفرة لأن الحكم مساعد لم يرفع الرأي طيب الدقيقة 66 في خطأ على غوستافو بطاء الصفراء هل هي مستحقة؟ ركل بتهور وكان انذار اللاعب قرار صحيح بس قبلها كمان كان فيه بتهور مرأها الحكم لا زي ما قلت لك الحالة اللي بين البين يكون الحكم يعني عدم انذار اللاعب كان قرار ولكن هذه في الحالة ركل بتهور كان انذاره في المكان الصحيح طيب الدقيقة 68 في خطأ على جوانكا وبطاقة الصفراء هل هي مستحقة؟ مهاجمة بتهور برضو قرار الحكم بانذار اللاعب كان قرار صحيح مهاجمة بتهور بتهور الدقيقة 74 في خطأ على الفارو جونزاليس وانذار أصفر بس هل كان يستحق الحمراء؟ لا لا يعني اعلى لا يعني الانذار الانذار يكون قاسي لأنه لم يستخدم يعني قوة مفرطة يعني مهاجمة بتهور فالقرار كان صحيح طيب دقيقة 77 في عنا خطأ على بنيقة وانذار أصفر كمان هل في ناس عم تقولها حمراء ما حمراء؟ لا برضو اللحظة هي الطرد يعني يجب استخدام قوة مفرطة هذه يعني درجة التهور كان موجود فيها فقرار حكم كان قرار صحيح طيب الدقيقة 94 في لمسة يد داخل مناطق منطقة جزاء النصر هل فيها أي شيء؟ نشوف الحالة هذه طبعا يد اللاعب في الأم ترتفع فالقرار باستمرار اللعب طبعا قرار كان صحيح برضو الحالة الركنية طبعا القرار صحيح عدم احتساب راكل الجزاء كان قرار صحيح طيب آخر حالة نشوف الحالة الأخيرة نعم هذا موضوع هل يوجد تسلل أو قرار حكم مساعد قرار صحيح؟ على أن لحظة لعب الكرة لحظة لعب الكرة من لاعب الشباب إلى اللاعب الآخر كان أغرب لخط مرمان منافس فقرار الحكم المساعد باللقاء الهدف كان قرار صحيح ما يوجد للاعب كابتن عمر قرار الحكم تفضل على الكلام تبعك معناته الحكم ممتاز لا لا أشوف الحكم جيد جدا يعني فيه صعوبة أن الحكم يكون خاصة عندنا يعني كلمة جيد 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 جدا كلمة ممتاز فيه فيه صعوبة ولكن نقول جيد جدا أنت شرائك بالمباراة السمح باستمرار اللعب الاحتكاك والتنافس المسموح فيه الأنذرات كانت صحيحة جميحة باستثناء كان يجب أنذر لاعب الشباب فنقول تقدير العام جيد جدا يعني قدش من عشرة ألا بعرف حتقول سبعة فاصلة تسعة بالعشرة لا لا ثمانية ثمانية طبعا لأن شوف المصطفى ترى موضوع أن الحكم يأخذ مثلا في تسعة وفوق إلا في مباراة تكون منتخبات وتكون فيها الصعوبة فموضوع أن الحكم يأخذ تسعة وفوق صعبة ثمانية واثنين من عشرة في درجة التحكيم تعتبر جيدة جدا كل الشكر لك كابتن العزيز عمر لمهنة وإن شاء الله دائما متواصلين معك وللأ رح نروح لفاصل وبعده